بدي اركب ستارة ذكية على هذا الباب جربت الستارة الاولى من ايكيا وما عجبتني وجربت مقاس تاني ايضا من ايكيا وما عجبني لكن الستارة الثالثة من زيمي سمارت عجبتني السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت عجبني هذا الماتور من زيمي سمارت واللي هو شيد موتور يعمل بنظام الماتر وحبيت اني اجربه لكن المشكلة اللي واجهتها انه بده تيوب ستارة بمقاس من 36 الى 38 ميلي وما قدرت احصل هذا المقاس بحثت عن ستائر جاهزة على موقع زيمي سمارت ووجدت هذا الموديل وعجبني مباشرة رسلت زيمي سمارت وعطتهم مقاس الستارة المطلوب وبكل سهولة تمت الموافقة من زيمي سمارت على المقاس وارسلولي الستارة بسرعة رائعة جدا خلينا نتعرف على محتويات الصندوق عنا خطفات التعليق والريموت وبراغ التثبيت بالاضافة الى الستارة نفسها والماتور راكب عليها جاهز والماتور هذا يعمل بنظام متر يعني بامكاننا اضافته على ابل او على سمارت تينجز او على جوجل او على الهم اسيستان التركيب سهل جدا فقط علينا تثبيت خطفات التعليق على الحائط وبعدها تعليق الستارة على هاي الخطفات تبقى علينا تزويد ماتور الستارة بالكهرباء اسهل طريقة بالنسبة لي اني اخذ الكهرباء من هاي المفاتيح طبعا راكب عليها شلي 2PM بلس وبتفيدنا في عمل اتمتة لهاي الستارة عملت فتحة من جانب الباب الى هاي العلبة عن طريق ريشة عشرة طويلة وهذا هو شكل الفتحة وهيك بسهولة راح اوصل الكهرباء للماتور الان علي اضافة الستارة على التطبيق راح اضيفها على سمارت تينجز واشاركها مع الهم اسيستان فقط علينا الضغط على زر الريست الموجود على الماتور ثلاث مرات سريعة وهيك الماتور بدخل وضعي الاضافة الان راح ندخل على تطبيق سمارت تينجز ونختار اضافة جهاز عن طريق الكيو ار كود ورح نعمل اسكان للكود الموجود على الماتور الستارة وبعدها راح يطلب مننا التطبيق معلومات الواي فاي ورح اتم اضافة الستارة بكل سهولة طبعا في هاي الحالة لازم يكون عندنا سمارت تينجز هب بعد ما تم اضافة الستارة كاني اشارك هاي الستارة مع الهم اسيستان فقط علي الضغط على الثلاث نقاط الموجودة في اعلى الصفحة على اليمين ورح اختار شير ورح اختار الهم اسيستان ورح اتبع الخطوات على الشاشة ورح يتم اضافة الستارة على الهم اسيستان بكل سهولة طبعا كمان رح نحتاج يكون موجود عندنا دنجل بدعم المتر مثل The Sky Connect ويكون مربوط مع الهم اسيستان قبل استخدام الستارة لازم نحدد الحد الاعلى للفتح والحد الادنى للاغلاق وهذا بتم من خلال الريموت لاضافة الريموت رح نضغط على زر الريست على المتور وبعدها ضغطة واحدة على هذا الزر على الريموت وهيك تمت اضافة الريموت بنجاح لتحديد الحد الاعلى للفتح رح نضغط على زر الضبط على الريموت مرة واحدة وبعدها مباشرة زر الفتح وهيك تم تحديد الحد الاعلى ولتحديد الحد الادنى رح ننزل الستارة الى المستوى المطلوب والان رح اسرع الفيديو بعدها رح نعمل ايقاف ورح نعاير الستارة عن طريق الازرار الموجودة في الاسفل واللي بتسمح لنا نحرك الستارة ببطء لتحديد المستوى بدقة رح اختار هذا المستوى والان رح اضغط على زر الضبط مرة واحدة وبعدها مباشرة على زر الاغلاق وهيك انتهينا من تحديد حدود الستارة والازرار على الريموت جميعها رح تعمل الان مثلا هذا الزر رح يفتح الستارة 50% وطبعا زر الفتح رح يفتح الستارة الى الحد المطلوب اللي حددناه في البداية الآن من خلال تطبيق SmartThings التجاوب سريع وممتاز لو جربنا سكرنا الستارة ولو عملنا ستوب مثلا رح يعكس عنا مستوى الستارة بسرعة على التطبيق والان خليني افتح الستارة في عنا في الاعدادات بإمكاننا نحدد مستوى بشكل مسبق مثلا أنا رح اختار 99% وممتازة بشكل مسبق هذا المستوى له زر مخصص لتسهيل الضغط السريع عليه ولو جربناه الآن رح تسكر فتحات الستارة على مستوى 99% بينما زر Close بترك فتحات الستارة مفتوحة على المائة في المائة هيك بيكون عنا خيار سريع لإدخال أشعة الشمس بين 99% و100% بالنسبة للهوم أسستنت الستارة تعمل بشكل ممتاز معه لكن الفتح والإغلاق معكوس على التطبيق لكن في النهاية الستارة تعمل بشكل ممتاز وجود هاي الستارة على SmartThings أعطاني القدرة على تخصيص مفاتيح الإنارة اللي بتشغلها شيلي إنها تتحكم في الستارة أيضا عملت الأتمة عن طريق الضغطة الطويلة المفتاح على اليمين بسكر الستارة على الضغطة الطويلة والمفتاح على اليسار بفتح الستارة وآلية عمل المفتاح في الإضاءة ما تغيرت One push for on One push for off بالإضافة إن إذا كنت موجود في الخارج وسكرت الستارة هاي عن طريق أتمة وقت غروب الشمس بإمكاني أستفيد من حساس الباب لفتح الستارة بمجرد فتح هذا الباب عجبتني هاي الستارة مع ملاحظة على سرعة الستارة حسيت الستارة بطيئة مقارنة مع إصدار البطارية اللي رجعناه في فيديو سابق برضو رح يكون رابطه موجود في الأسفل لكن إصدار الكهرباء بتحمل وزن أعلى بتحمل لغاية أربعة كيلو بينما إصدار البطارية بتحمل لغاية اثنين كيلو إن شاء الله تكون عجبتكم الستارة لايك وسبسكرايب السلام عليكم